محمد عويدان تحصل على اعتماد حزبه وإذن مزولة عمله السياسي حديثاً ينظم بذلك لأكثر من 65 حزباً سياسياً أسيساً منذ ثورة فبراير فمؤشرات الإقبال على تأسيس الأحزاب السياسية الليبية في تزايد مستمر بالرغم من ضعف تأثيرها على القرار السياسي وانعكاس ذلك على تأخر عملية الانتقال الديمقراطي للسلطة هناك عزوف من السلطة بتحديد السلطة التشريعية يعني الانتخابات الفترة السابقة اللي أعلن عنها واللي تم اعداد مشروع لها وتقدم للانتخابات الرئاسية والانتخابات البرنامانية لم نجد للحزاب مقعد في هذه الانتخابات مرور أكثر من عقد من الزمن لم يكن كفيلاً بتشكيل جسم موحد يمثل كافة الأحزاب السياسية في البلاد فرابطة الأحزاب وتجمع الأحزاب وشبكة الليبية للأحزاب وشبكة المرأة الحزبية تكتلات لا يؤمن بعضها ببعض بل منها من يرفض دعم جهود تأسيس جسم يمثلهم الأحزاب الليبية في مجموعة الآن يجب أن تتحد من أجل الدفع أو التمحفر حوالي الهدف والهدف هو الانتخابات وطبعاً نحن نقول إسقاط مجلسين نواب الدولة لكن بحقيقة لن نقول أن نطلب مجلسين نواب الدولة يحدد موعد الانتخابات شهدت البلاد مبادرات محلية فردية وأخرى دولية تهدف إلى حل الأزمات السياسية في ظل غياب صوت الأحزاب والتكتلات الحزبية في وقت على فيه صوت الرصاص والتدخلات الأجنبية على رغم من أن ثورة السابع عشر من فبراير منحت الإذن للأحزاب السياسية بعودة العمل بعد غياب دم لأكثر من أربعة عقود إلا أن الثورة اليوم تحتفل بذكراها الثانية عشر في ظل غياب واضح لدور هذه الأحزاب في حل حالة الأزمات السياسية يأتي في مقدمتها الانقسام السياسي الذي تشهده البلاد خديجة محمد ليبيا الأحرار ترابلس ترجمة نانسي قنقر